ننتقل مع حضراتكم لخبر آخر أكد السيد القصير وزير أزراعة واستصلاح الأراضي أن الرئيس السيسي وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بـ 2 مليار جنيه إضافية لما لهذا المشروع من مرضود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين على أن يتم تزويد المربيين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وبذلك يصبح إجمالي تمويل 4 مليار جنيه أضاف القصير أن مجلس إدارة المشروع وافق في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ 936 مليون جنيه بيستفيد منها 5255 من صغار المربيين والمزارعين لشراء وتغزية أكتر من 64 ألف رأس ماشية لتسمنهم ضمن المشروع القومي للبتلو وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويل المشروع حتى الآن حوالي 2 مليار و 624 مليون جنيه لأكتر من 15 ألف و 300 مستفيد ولتمويل حوالي 183 ألف رأس ماشية الأمر اللي بيؤكد نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه سواء في توفير اللحوم الحمرة سبات الأسعار وأيضا تحصيل مستوى المربيين وتوفير فرص العمل للمواطنين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا للمشروع